أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي على ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية والتنصيق مع شركات الأدوية لمضعافة الانتاج ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص قدمت الحكومة شرحا لأبعاد الأزمة التي كان سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية والتي أثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق مؤكدة أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية وأن المشكلة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة